تعديل جزئي لأوقات العمل في الصيف بولاية الجنوب في ظل ما تشهده المنطقة من ارتفاع محسوس في درجات الحرارة هو ما طلب به نواب المجلس الشعبي الوطني في مرسلة موجهة للوزير الأول ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي موسومة بالطبع الاستعجالي قصد التدخل لإعادة النظر في التوقيت الصيفي المعتمد حاليا قمنا بمراسلة السيد الوزير الأول بخصوص تعديل التوقيت الصيفي أو إصدار مرسوم جديد ينظم عمل أو توقيت العمل في الفترة الصيفية وهذا راجع لعدة أسباب نهيك عن درجة الحرارة المتفعة جدا خسائر اقتصادية تتكبده الإدارة والمؤسسات جراء اعتماد التوقيت الصيفي الحالي التي تبلغ فيه درجات الحرارة ذروتها في ظل ارتفاع حجم استهلاك الطاقة ما دفع النواب إلى المطالبة بتحديد ساعات العمل في الفترة الممتدة ما بين السادسة صباحا إلى غاية الواحدة زوالا التوقيت الصيفي المعمول به حاليا من السابعة إلى الثالثة زوالا تخيل يعني رانا نعمل في دروة درجات الحرارة المرتفعة يعني منذ الواحدة أو منذ الثانية عشر زوالا إلى نقية الثالثة يعني دروة الحرارة وبالتالي يزيد تزيد نسبة استهلاك الكهرباء في الإدارات وفي المنازل التماس التعديل الجزئي لأوقات العمل في فصل الصيفي بولايات الجنوب جاء مرفوقا بحملة توقعات جمعها النواب أملا في إصدار مرسوم يراي خصوصية المنطقة مع اقتراح إمكانية التعديل الكلي لأوقات العمل قصد فك الخناق عن المدن الكبرى في انتظار استجابة الجهات المعنية